ينضم إلينا مراسل المملكة محمد الفائز من محيط مبنى قناة المملكة في مجمع الملك الحسين للأعمال أهلا ومرحبا بك معنا محمد نتحدث إذن عن حضر التجول الشامل والذي سيهيئ الفرصة لفرق التقصي وأيضا فرق التعقيم الالتزام بشكل عام والمعلومات الجديدة محمد نعم عبدالله لغاية هذه اللحظة وبحسب الجهات المعنية في عمان فإن نسبة مستوى التطبيق والتعليمات بحضرة تجول الشامل فهي ممتازة وعالية بالرغم من تزديل بعض المخالفات القليلة والقليلة جدا وبحسب آخر الأرقام والحصائيات منذ دخول حضرة تجول الشامل فإن نسبة المخالفات لهذه الساعة فقد وصلت إلى ضبط 48 شخصا خالف الأنظمة والتعليمات بالإضافة إلى ضبط أربع مركبات خالفة الأنظمة والتعليمات أما بخصوص الحالات الاستثنائية فقد قامت محافظة العاصمة بإعطاء خمسة تصريح وفاة وذلك يحق لكل تصريح ستة أشخاص بالمشاركة بمراسم التشييع من ذوي المتوفي وأيضا تم توقيع على تعهد خطي بعدم إقامة أي بيوت للعزاء وأيضا نذكر أن الدفاع المدني منذ صباح اليوم تعامل مع مئات الحالات المرضية وتم نقلها إلى المستشفيات قصوصا حالات الولادة وحالات غسيل الكلا وكما تشاهدون من خلف هذا هو دوار الشعب العاصمة عمان من محيط والذي يطل عليكم من محيط قناة المملكة كما تشاهدون هناك الصمت يخيم على الشوارع الرئيسية وخلو تماما من المركبات باستثناء المركبات العسكرية والمركبات المصرح لها وهي عدد محدود وأيضا نريد أن أذكرها منذ دخول بدأ حضرة تجول الشامل فقد قامت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزاء الأمنية من إعادة انتشارها خصوصا في الشوارع الرئيسية والميادين والأحياء السكنية بالإضافة إلى الدوريات التي تجوب الشوارع باستمرار وذلك لضمان تطبيق حضرة تجول الشامل وضبط أي مخالفات من قبل أي شخص خالف هذه الأنظمة والتعليمات وأيضا نريد أن نذكر أن فرق التقصي الوبائي قامت وباشرت بشكل كبير منذ ساعات الصباح اليوم بالانتشار في عدد من مناطق العاصمة عمان بأخذ العينات للمخالطين من المصابين الذين تم تسجيل إصابتهم في أوقات سابقة بالإضافة لأخذ عينات عشوائية في مختلف مناطق العاصمة عمان وأيضا نريد أن أذكر أنها حضرة تجوال الشامل بحسب الجهات المعنية سهل الكثير على عمل التقصي الوبائي من كوادر وزارة الصحة من العمل بكفاءة وفاعلية والوصول جميع المخالطين للحالات المصابة حتى يتمكنوا من فحصهم وذي تطلب تواجد الجميع في بيوتهم وأيضا نريد أن نذكر أن حضرة تجوال يستثناء منه الكوادر الطبية التي تعمل في القطاع العام والخاص بالإضافة إلى فرق التقصي الوبائي وعدد من العاملين الذين يعملون في القطاعة الحيوية أشكرك محمد الفائز مرسل المملكة كنت معنا من محيط مملكة قناة المملكة